انا جميل زي ذكرت في يعني معرض الحديث بتاعي معاك انه في حالات استغطاب. وانت مشكور جدا جيبت لقي تقرير انا مستمتعت باستماع اليوم. انه فعلا المجلس العسكري ناشط بصورة كبيرة جدا جدا. وطبعا ده شي طبيعي. انت بعد ده يعني زي بيقول لك الحشاشة اللي ملا شنو? شبكته. فالحرية والتغيير في الوقت اللي فيه يعني الناس بيقول لك الحرية والتغيير اغصب يعني عدد من القوى السياسية والخطاب اللي بيمشي في اتجاه العتاب. ديل بيحاولوا بيمشوا في اتجاه الجذب الاخرين اللي عندهم هنا. فهنا بعد ده بتبقى الحنكة والدراعي في دارة العملية دي ما بين الطرفين ديل واي طرف ميلبي البكسب الجولة دي. الحراك وسط الادارة الاهلية في ظل الحكمة الطواري. يعني الان فيه فرق دستوري. الادارة الاهلية يعني الاحكام السيدة هي الان الاحكامة العرفية. والاحكامة العرفية. يعني نحن اتمنى انه السودان يصل يعني ضرية ان ان يحكم بدستور عرفي. اه دستور غير مكتوب يعني. دي طبعا دي شعوب اتطورت شيء جدي جدا. ايزوا اللي عارف مساحته صح. ما اللي يقول له اقرأ المعدة دي وهمشي كده من الشمال. احنا اتمنى ان يرتغي الشعب السوداني لمستوى الدستورة غير مكتوبة. اه. الاعراف وكده. وايزوا اللي يكون في مساحته. طيب. الحراك وسط الادارة الاهلية ده هذا الجسم. انا بحكمة يعني صحيح نحن في حركة الشعبية للسودان لكن اه تكويناتنا بتنتمي الى الادارات الاهلية. الحراكة الذي تم مؤخرا انا كنت يعني قريب منه بحكمي وجودي في الادارة الاهلية. اه. وتابحته باهتمام شديد جدا جدا. اه. الشي اللي اكتشفته. انه شي ورد في التقرير انه حل الادارة سنة الف سعمائة وسبعين. اه. دي في ايام مايو. صحيح. الحلا منه. ناس الادارة الاهلية عارفين. يعني عنده متهم. يعني ما مش يعني بيقول لك انحنا الكتلنا ما عارفينه. هم عنده متهم. وهذا المتهم متى ما برز في المسرح. وما غير الخطاب بتاعه تجاههم. وما ادام قيمتهم. هم اكيد يعني اهل التار يعني قاعدين. لكن اسمح لي اسمح لي فقط. يعني هل تعتقد ان يعني هذه الحشودة الجماهيرية. او دعنا نقوم بكل يعني واضحين. الادارة الاهلية قادرة فعليا على تغيير الواقع وتحريك المشهد السياسي. وايجاد اه حجد وسند للمجلس العسكري. الان في 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 العام الفين وتسعة عشر وال والافكار تغيرت والثورة الشبابية بمفاهيم مختلفة. لا الشباب يجب ان يفهموا طبيعة هذا المجتمع. حتى يعني يتحرك في المساحات الصحيحة. وانهم كونهم يهملوا هذا الكم الهائل من الاعداد اللي شوفناه نحن. ديل انت اذا كانت ادار تمارس عملية دموقراطية التمارسة مع الشعبي صح. هذه الاعداد بالاف من القيادات الادارة الاهلية يتمعوا في القرطوم في بوري. وشوفناهم رأي العين يعني ما قصه اللي انا يعني قصة. وبتمنى انه الغناء بتاعاتكم تنتقل قبل ان ينفض هذا السامر وتشاهد هذه الحشود. ازغط هذه الحشود من ميزان ومعادلة المعادلة السياسية السودانية كل من يزغط هذه الغوة هو مخطئ. المجلس العسكري خاطب كل انسان بيعمل معك بيبحث عن يعني وجوده. عن السياسة مصالح كويس. المجلس العسكري خاطبهم بانه قال لابد من اعادة هيبة الادارة الاهلية وترتيب ملفاتها. وشرع فورا نائب بالرئيس المجلس العسكري في تقديم الحلول والمبادرات لدعم النظار والعماد والسلاطين. والسلاطين. وان يكونوا موجودين بصورة قوية في المسرح السوداني. هذه الاشياء قوبلت التحية برد مثلها وباجمل منها. هذه حقيقة. في الوقت اللي فيه ان اذا كان في ظرف بحل الادارة الاهلية وبترصد بها. اذا معنا هو مستغنى عن هذه الادارة. صح? اذا ويدها في الطرف اللي ما معاه حقه ما يزعل. يعني بنوم على الصيد البريح. فالادارة الاهلية يعني ليه دور تاريخي في السودان. يعني اذا كان تحدثنا عن تاريخ السودان وعن تاريخ هذا الشعب. انا اذكر ليك قصة انه سنة الف وتسعمية خمسة وخمسين ذهب وفد قادوا السيدة عبد الرحمن الى مصر. والوفد ده اه كتلة كانت من الادارة من ريالات الادارة الاهلية في السودان. وانا بيقول صديق الوالد المرحوم العمد الحسن وهو من خريجي مدرسة بغترودة. قال لي لما انجلسنا في المفاوضات وكان الرئيس وقتها محمد نجيب الرئيس المصري محمد نجيب. قال لي في واحد اسمه السنهوري رجل ضخم الكرديس. هذا يعني العبارة انا احفظها هكذا. قال لي لما انرحبين قال نحن الرحب باخوتنا في جنوب الوادي. اما تبعية السودان لمصر فانه امر لا يحتاج الى كثير جدل. فقال لي السيد عبد الرحمن علي طاها وهو من فطاح الى بغترودة. رفع عيده. ده زنه هو والد البروفيسور فدوى في جامل خرطون. رفع عيده قال منطل نظام. للسيد الرئيس لمحمد نجيب. قال اتفضل. قال نرحب باخوتنا في شمال الوادي. اذا كنتم تتحدثون الينا بلغة الرأسي للذنب والسيد للعبد. ارجو ان ينفض هذا الاجتماع حالا. اما اذا كنتم تتحدثون الينا بلغة الاخ للاخ والند للند والصديق للصديق فارجو ان يستمر هذا الاجتماع. فقال لي السيد محمد نجيب صفق وقال فليستمر هذا الاجتماع. وذي لها هؤلاء الريال اللي جابوا يعني رجحوا نظرية السودان للسودانين. في 19 ديسمبر 1955. القدم المخترح هو الناظر دبكة. مخترح الاستغلال. من هو الذي يريد ان يخرج هذه القوة السياسية المهمة من خارطة الفعل في السودان. انا افتكر ده محتاج لعادة الترتيب لأوراقه. هم اصحاب فكر وهم اصحاب حنكة وهم اصحاب دراية وهم اصحاب كرم. وهم اصحاب حلول. بالمناسبة كثير من الغيادات السياسية. يعني يصيبهم انفعال تجاه قضايا حساسة. انا اتأكد لو كان في هذا المغام رجل من الادارة الاهلية. هو يستطيع ان 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 يحل هذه القصة. واختصر في مغام الادارة الاهلية. لانه التغرير يعني اشار لهم بصورة واضحة. انه محاربة الفساد. والغطة السمان. الخطاب اللي كان مار قبل الثورة. وانه الثورة دي واحدة من اسباب الغيام بتاع عملية انتشار الفساد بصورة كبيرة جدا جدا. وانه الثورة ذات اشتركوا فيها كثيرين بالمناسبة. غير الناس ضد النظام. ربما الناس في النظام هم ذاتهم كانوا جزء من العملية في لحظات الصفر. لكن اديك الادارة الاهلية بيتعالج الفساد كيف. ادارة الاهلية هي بتعرف المجتمع تماما. بتعرف الزور الطيب وامام المسجد في المجتمع بتاعه. فبيحكوا انه واحد. و جاء للناظر. واللي عمنا اه المرحوم الناظر رحمة دي شابروف. وهم مودر لهم بهاي. قصوا الاسر حتى خشل حكورة. حكورة الناظر رابروف. فهتلقف الديوان قال لي اخي ان احنا مودرين بهاي مخشد عندك هنا. عشان كده ما حبينا مفتشي قصدناك. قال له هم اتفضل. رسل منه. ما بقعرف الناس نسر ليه الزور اللي بيعرف. قال لي اسمع اهالك ديل مودر لهم بهاي. فياخي البهايم دي شوفه ليهم وين. ورجعه ليهم. قال له والله يا عم الناظر انا ما شفتها. قال لي يا اخي انت ما شفتها. لكن سمعت بها. يعني شوف العملية دي لا قضاء لا محامي. قال له امش شوفه وين. فقال له جدا. مشى قبل ما يمش من مغامو ده. قال لهي قاعدة هنا ولا طلعت مننا. قال له لنا انا قايل عدة البحر. قال له خلاص الحق ويجيبه كان ناقصة تمها وديه لهم قاملة. وكان تام ما اديه لهم قاملة ومشي منهم شي. حافزك عندي انا. نما انجابة قاملة بعد يومين. وساقوا بهايهم ومرقوا ببرة. قالوا هم برام بطيب خاطر طولوا له مجموعة من البهايم الدوليو كجزاء له كده. قال لهما انا ما بشيرها. ليه؟ قال لهما ناظر يسمع بي. فهل. فهذا مؤشر حقيقة على قدرة الادارة الاهلية. على قدرة المجتمع. قدرة فايغة. الذين لا يتحدثون عن ادارة اهلية. اه يعني بصورة يعني ايجابية. هم الذين لا يعرفونها. حقيقة نحن هو الكلام ده ونحن هو تقدميها. طيب. استاذ ابروف.